ستة آلاف وخمسمائة وخمسون أسرات من الفئات المعوزة تستفيد من النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغدائي لرمضان على مستوى عمالات تنجة أصيلة وأشرف وليجها التنجة طوان الحسيمة عملوا عمالات تنجة أصيلة على انطلاق عملية توزيع الدعم الغدائي على الأسر المستفيدة بالوسط القراوي على مستوى جماعة سبت زينات وبالوسط الحضاري على مستوى حي العوام الشرقية بتعليمات ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلقت هذا اليوم النسخة الثانية والعشرين لعملية رمضان عملية الدعم التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن سنويا لفائدة الفئات المعوزة بالنسبة لعمال التنجة أصيلة يستفيد من هذه العملية 6550 أسرى معوزة منها 2750 أسرى على الصعيد الحضاري و3800 أسرى على الصعيد القراوي هذه العمالية المنظمة لفائدة الأسر المعوزة بطبيعة الحال تتم في احترام تام لشروط سلامة وتتكون القفة الرمضانية للدعم الغدائي من عدة مواد غدائية مما سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغدائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك هذا وقد أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغدائي لفائدة ثلاثة ملايين شخص أي 600 ألف أسرى على الصعيد الوطني منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القراوي اشتركوا في القناة